اوكي لأنه بتسعة فبراير في توزيع جوائز الأوسكار اللي أكيد كلكون بتعرفوها هاد الحفلة اللي بكون حفلة كتير كبير وبيلم عدد كبير من رجوم السينما والتلفزيون والشاشات بس أنا رح خبركن قصة اسم هاي الجائزة هي كان تدقت عام 1929 كان تاريخ أول حفلة أوسكار بتقول القصة أنه عقدت منظمة الجائزة حفل عشاء بمدينة لوس أنجلوس لتحديد طريقة لتكريم أفضل الأعمال السينمائية بطريقة تكون راقية وحلوة وكمان أنه تضل معهم لفترة كتير طويلة هلأ الفكرة التمثال هو عبارة عن فارس واقف على بكرة الفيلم وهو حامل بإيده سيف بالبداية كان اسم الجائزة جائزة ميريت بس القصة بترجع لأمينة المكتبة بهاي المنظمة اللي أول ما جابوا للتمثال صرخت أوسكار بسبب الشبه الكتير كبير بين التمثال وبين عامة أوسكار فبعد هاي الحادثة الطريفة كل الناس صارت تقول للجائزة جائزة أوسكار فحلو يعني تحسوا بتمثال في شبه بينه وبين حدب حياتكم وترجعوا تحبلوا هذا الاسم ويصير اسم جائزة عالمية كل الناس تعرفة وكل الناس تتمنى تحصل عليها وبس طبعاً عندما تجي بانتخاذة تقول لي أنت إياد تجي بانتخاذة إياد خلص سمو إياد توني تذكيرت اليوم موضوعاً عن الأسماء فكيف شوفي الاسم هذا خلد يعني صار من الأسماء العظيمة بالضبط فهي صدفة يمكن بس بتضرب معه يعني هلأ العام أوسكار صار مشهور أكتر من كل الناس بالعالم شي حلو الخبر الثاني هو يعني باري عن شخص ذكي أو فاضي أو ما بعرف شو عم بحاول يعمل شخص بيخدع خرائط جوجل من خلال أنه هو حط عرباية وحط جول عرباية 90 تلفون على كل التلفونات فتح جوجل ماب وحمل العرباية وصار يمشي فيها بشارع فاضي تماماً بألمانيا وتحديداً بالعاصمة برلين هلأ الفكرة أنه الألوان على الخريطة شفتوا كيف بتكون صار لهم أحمر أو أخضر إذا كان الشارع فاضي بدأت الألوان تتغير من أخضر لأحمر دليل على ازدحام الشارع لكن هو بالمقابل للشارع فاضي ما في أي حدا هلأ الفكرة أنه هذا الشخص كان عم بيحاول يحصد أكبر عدد ممكن من المشاهدات فعلاً حصل عليها وحصل على شهرية وصرحت شركة جوجل أن هذا الشي حلو لأنه أنتو عم تبتكروا قصص جديدة تساعدونا أنه نحن نتطور أكتر أنه نحن حطينا مثلاً خط لأزدحام الدراجات وخط لأزدحام السيارات بس قريباً رح نحط حط خط لأزدحام العربات بعد هاي الحركة اللي عملها هذا الشخص حصل الفيديو على 2 مليون مشاهدة خلال وقت قصير كثير طيب ليش عم يمشي شكل مستمر؟ لأنه فاضي يقف يمشي ويوقف يمشي ويوقف طيب هيك بين هو حابب يعمل يعني شبه الزحم يا رفتي موه بس مو كلفة القصة يعني كم هاتف؟ 90 تليفون عادي تليفونات وطليفونات العائلة ورفاءاته بسروا 90 أنا كنت بغيت أعرف شو السبب بس أظن يمكن يبغى يحصد مشاهدات مشاهدات ايه وبدو يتسلى لا شغل ولا ما شغلي اوكي الخبر اللي بعده هو خبر بس قبين عليه فاضي ايه هو فاضي ما اختلفنا الخبر اللي بعده هو خبر عن بريطاني يبتكر صندوق نفايات لنوم المشردين هلأ يمكن الفكرة إنسانية يمكن مو إنسانية صراحة ما قدرت تحدد إذا أنا حبيت الفكرة أو ما حبيتها هذا الرجل اخترع هذا الصندوق اللي مقسم لجزئين لحتى يناموا المشردين نصف جسمهم بالجزء الأول ويغطوا جسمهم بالجزء الثاني هلأ هو الفكرة كانت إنه هو عم يحميهم من إنه يناموا بالشارع ويتعرضوا للركل السرقة أو القتل في بعض الأحيان فبالتالي بيقدر ينام هون يحمي من هاي المواقف اللي ممكن يتعرض له أو من الأمطار والثلوج عرض هاي الفكرة وابتكاره كمان قدموا لها مأوى المشردين لكن ما حدا تطوع لليوم بتجربة هذا الاختراع اللي بيكلف مئة جنيه استرليني مئة ألف مئة لماذا الشكل هيك؟ لماذا الشكل على سلة الزبال؟ بالضبط هلأ أنا قلت هو الحابب يعمل شي يعمل سرير مغصصة مثلا مثلا أنه ليه الإيهاني يعني يعني عم بذكره بمعاناته اي يعني كمان فضاوي بتخيل لأي منحقهم إنه ميرفق لأن الفكرة كأنه صندوق قمامة شو بينحق بصندوق القمامة؟ يعني مثل ما قلت افتراض سرير أو أي شي اي بالضبط يعني كان شوالله بوكس بلاستيك أبيض خيارات ما له أي معالم وخلص وغير مكلفة يعني إذا هو هدفه أنه يعمل اختراع غير مكلفة كان عنده كتير خيارات تانية بتكلفي قليلة وبعدين أكيد رح يجيد دعم من جهات مختلفة لمثل هيك اختراعات الخبر اللي بعده جنون الشهرة اللي وصل فينا لمرحلة مخيفة شاب موسيقي كان بالطيارة وقرر أنه يعمل حاله أنه مصاب بالكورونا أو مزحة الكورونا لحتى يحصل على عدد من المشاهدات هاي الحادثة صارت من كم يوم بالطائرة الكندية اللي أقلعت من مطار تورنتو إلى جامايكا وعلى متنها 243 راكب في شاب موسيقي عمر 28 سنة قال بصوت عالي انتباه من فضلكم لقد عدتوا للتو من مدينة أوهان عاصمة فيروس كورونا وأضاف أشعر بأنني لست على ما يرام شكرا لكم كان لابس كفوف كان لابس ماسك على وجهه وقرر أنه يقول أنه هو مصاب بالكورونا الآن الفكرة أنه الطيارة بعد ما صارت بنص الطريق اضطروا لحتى يرجعوا يعملوا هبوط اضطراري ورجعوا على كندا لحتى ترجع طيارة على المطار وطبعا الشرطة ألقت القبض على هذا المدعو بإصابة فيروس كورونا وحاكمته بأنه هو عطل الركاب وعطل الطائرات أنا أرى بعض الأشخاص يستخفوني أول شيء عطل مسار الطائرة مشاعر الركاب اللي كانوا موجودين في الطائرة فكل شيء على أساس مزحة يعطوا لي نفسهم الحق صراحة أنهم خصوصاً فيروس يعني قاتل أنا كيف رأيت مزحة بحياتي؟ متأسقل من ذلك مزحة مستحيل يعني هو لا أعرف لا أعرف سعيل غليز ماذا رأيك؟ قلت لك مجنون ما خطر له؟ هل قد جوع الشهري بيعمل بالناس؟ هل قد الناس مستعدة تعمل أي شيء عطل مشاغل الناس ويدمر حياتنا بس عشان أنت بدك تتسلى؟ يعني حتى أنت ما خطر ببالك أن هذا شيء ممكن تعاقب عليه؟ هناك شخص يمكن من شدة الخوف يأتي لها نوبة قلبية تموت بالضبط بالضبط ومجرد مشخص واحد كان حامل الفيروس بكل الطائرة فهو أكيد على كل الموجودين هو مشترك لأنهم يتشاركوا فيه أنا وحمده مرة بالصدفة كنا عم نمزح بس ما عم نمزح يعني منقول حد فينا فيه واشي كنا طالعين من المصعد نزلي من الدوام وحكينا شيء وبعدين مزحنا وقلنا كورونا وبصوت عالي باللوبة تحت أول ما قلت كورونا كل الناس التفتت علينا وخافت فهو يمثلون ما عم بمزح ما قصده شيء أنا عم بحكي شيء بموضوع نهايته كلمة كورونا أنه طول ما أنت الصحي وطول ما أنت معتني بمناعتك بشكل جيد ما رح يصيبك أي شيء حتى لو أصابك فيروس كورونا رح تتخلص منه مثل ومثل الزكام العادي لكن المشكلة عند الناس اللي مناعتهم قوية يا أما الأطفال يا أما الكبار في السن هدول اللي هم لازم ينتبهوا كتير منيح ويعملوا الاحتياطات اللازمة تتذكروا قبل فترة نور خلصت كابتر ايه شكرا كثير لألك أخوات كثير حلوة أفوا